بحث في فائدة كيس حليب لا يجد المواطن إليه سبيلاً في كثير من الأوقات طوابر طويل على أمل الظفر بلتر لا يستجيب لأدنى المعايير الغذائية هو حال واحدة من أكبر المواد الاستهلاكية التي تدعمها الدولة في بلد فلاحي بامتياز يحسي مئات الآلاف من البقر الحلوب في ظروف اقتصادية أقل ما يقال عنها حارجة ترهن فيها الحكومة على تطوير الفلاحة والذقي بالإنتاج لتقليص فاتورة الواردات لتجوز الأزمة كحل هو من أضعف الإيمان حكومة سلال غارقة في دوامة الحليب وباروناتو الاستيراد تكبل أحلام الموالين الذين يجدون أنفسهم مجبرين في الكثير من الأحيان على رمي إنتاجهم من الحليب على قارعة الطريق والخسارة خسارتان فلا الاجتماعات الماراتونية للحكومة أتت بثمارها ولا جلسات الاستماع خففت من بعب عكيس الحليب الذي يطارد ظله الوزارة سياسة البريكولاج والحلول الترقيعية التي دابت عليه الحكومات المتعاقبة سواء تعلق الأمر ببدرة الحليب التي تسيل لعاب المهربين ويستفيد منها الغني والفقير أو حتى البقر الحلوب المستورد الذي يحول من المزارع إلى محلات الجزارة زادت الأمور تعقيداً في بلد يبحث عن أمنه الغذائي بعيداً عن البورصات العالمية